احتباس الحرارة بنعرف انه كتير عم بيأثر على الكرة الارضية وعم يأثر على صحة الانسان كمان اليوم معنا قاسم شعلان مدير وحدة الحر من مخاطر الكوارث بالصليب الأحمر لبناني أهلا وسهلا فيك موضوعنا هو يوم بكرة 2 حزيران وهو يوم العمل لمواجهة موجات الحر يلي هو كل 2 حزيران هالنهار بيصير للتوعية بهالإطار أهلا وسهلا فيك شو يعني موجة حر وقدي ممكن تأثر على الانسان هون إذا بتسمحي لي رح نربط الموضوع بشكل أساسي كلنا منعرف اليوم على صعيد التغير المناخي اللي هو عم بياخد أولوية عالمية كبيرة وكلنا على صعيد لبنان عم نبلش نحس موجات حر غير اعتيادية وكمان عم نحس موجات برودة كمان غير إذا بدك اعتيادية هيدا اليوم بحد ذاته لازم نبلش نقتنع ونأكد على أنه لبنان هو كمان معرض للمخاطر مثل كل دول العالم للتغير المناخي صح اليوم وهيدا نحن بنسميها إذا بدك كوارث بطيئة المواطن ما كتير بحس فيها لأنه بعرف اللبنان اليوم عنا غير أولويات وكتير وكتير هذا الشي بنعرفه بس لازم نعرفه أنه الأمور اللي مربوطة بالهيت ويف يعني بالموجات الحر هي أمور بتقدر تأدي لحالات وفاة وخصوصا البلدان اللي هي متطورة مثل الوليات المتحدة الأمريكية رغم كل التحضيرات اللي هني عندون إياها وفي الأحصاءات اللي حضروها الشباب لدينا ألف ومئتين وعشرين شخص بالوليات المتحدة بسبب الحرارة الشديدة بيتوفق اليوم إذا لم نأخذ إجراءات ووعي وإجراءات لتخفف من مخاطر التغير المناخي فينا نوصل بناء على إحصاءات منظمة الصحة العالمية لـ 250 حالة وفاة بالسنة وأكتر من هيك المبارح طلعت الهند بأحد الوليات طبعا نتيجة الحر الشديد توفى عندهم 22 شخص بنهار واحد بنهار واحد فبالتالي اللي عم نجرب نقوله أنه هذا خطر حقيقي لازم نكون عم ناخده بعين الاعتبار يمكن المواطن يقول اليوم في عندي غير أولويات وغير اهتمامات أكيد منعرف بس لازم اليوم حياتنا إلى حق علينا لازم نكون عم نعرف المخاطر تنحافظ حياتنا وحياة الناس اللي منحبهم ويمكن اليوم ما عم نحس الهيت ويف أعلى من غيره بس بالتالي هيدا المرحلة نحن جيين لإلى مع الوقت والأهم التحضر هي قبل وقوع الأزمة وهون فينا نقول أنه في عنا دراسة عاملة مركز البحوث العالمية على موضوع الهيت ويف إذا بيقدر الفريق يحط الخريطة اللي هي انشغلت عبر الأكمار الإصطناعية عدى 30 سنة لورا وبهيدا اليوم رح نكون عم نسكر هم نشوف الخريطة عاملة هيدا الخريطة اليوم عبر الأكمار الإصطناعية كانت عم تعمل الدراسة تباعة لحتى نشوف وين عم بيكون عنا تأثير الهيت ويف أكتر من غيره بغير مناطق واللي تبين عنها إذا بنشوف بالخريطة اللي بالنص اللي هي محطوطة باللون الأحمر رح أذكر المناطق اللي هي عندها أعلى تعرض اللي هنه سن الفيل برج حمود فرن الشباك الدكويني الليلكي الشويفات برج البراجن الشياح وحارة حراك لا يعني أنه باقي المناطق هي غير معرضة نحن عم نقول هيدولي هنه الأكثر تعرضا نمكن المواطن يقول طب نحن بعد في عنا مناطق ببيروت ما نذكرت لأنه في عنا المناطق اللي هي مواجهة للبحر فعليا عم بيكون عنا إمكانية بالليل أنه ترجع ترطب الأمور لأنه نحن دائما نعتبر لما نوصل لموجات حر هي درجة الحرارة عم بتكون عالي بنهار وعم بتضل عالي بالليل بس هن لحظت بيروت بس يعني المناطق ببيروت الدراسة شملت كل المناطق بيرجع عنا بالمرتب التاني بتكون ترابلوس بس في عنا فرق أكتر من النص بيناتهم بيرجع عنا زحلي عم نحكي كمدن بعدين بيوتيرة أخف نحكي صيدة صور بعلبك وعنجر عم نحكي من ناحية المدن المدن الكبيرة فهيدول المناطق فرق العمل تبعنا بتنانح زيران بكرة رح يكون عندهم وجود بشكل كتير كسيف على الأرض لنقل التوعية ولكن أكيد نحن مننا محصورين بس بهالمناطق رح تكون توعية على كل الأراضي اللبنانية بتبلش باتنانح زيران بكرة وبتكمل كل فترة السافة شو المطلوب من الأشخاص التوعية على شو شو هو الخطوات اللي ممكن يكون عم بيعملها المواطن اللبناني لحتى لما يتأثر بهالموجة الحارب نحنا إذا بدك الهاشتاك اللي طلعنا فيه عالميا بيت زهيد يعني حارب موجات الحار حضرنا بوستر صغير هلأ كمان إذا الفريق العمل فيه عرضه رح نحكي شو هي الإجراءات اللي لازم نكون عم نسويها قبل وشو العوالد اللي معقولة تصير وكيف فينا نكون عم نتجنبها ونكون عم نتعامل على أساسها واحد هي إجراءات بسيطة بنعرفها كل يوم يمكن المواطن يقول هاي الأشعة بعرفها بس نحنا مش دايما بنعملها بسولة كان اليوم من هم الأشعة اللي نعرفها نكون عم نعملها بشكل أساسي خصوصا اليوم من الفترة من الساعة عشرة الصبح للساعة أربعة بعد الظهر هي بتكون زروة الحرارة هاي دي اللي نحنا كتير منيح بدنا ناخدها بعين الاعتبار بدنا نخفف الرياضة خارجيا خصوصا تحت أشعة الشمس بوقت اللي نكون على البحر بدنا نعرف اليوم نحب نعمل نعمل برونزاج من قد من نكون بوقت أعلى بالشمس وهيدا بحد زيته اليوم خطر أكيد فيه إلا إجراءات كيف لازم نتعامل معها ننلبس تياب تكون مهوي أكيد نحط نحن علينا البورنيتا في أصص ما من انتباه لكتير بنخلي أحياناً ولادنا بالسيارة لوقت طويل أو إذا عنا حيوانات أليفة بدلوا بالسيارة لوقت طويل هيدا كتير خطر لأنه بتعلى درجة الحرارة كتير بالسيارة وبنفس الوقت هيدا معقول يأدي لها حالات اختناء ديوم كمان الأشخاص اللي هن كبار بالعمر هن كمان أكثر عرضة المرأة الحامل هي أكثر عرضة أنه بتحس كمان بموجات الحر أكتر أكتر من غيرها اليوم شو هي العوارض المعقولة نحكينا اليوم شو هي الإجراءات الويقائية اللي بدي أخذها بعين الاعتبار اليوم شو العوارض اللي بحسها ولازم تكون هي ألار ملائلة لحتى أخذ الإجراءات المطلوبة إذا أنا عم بعمل رياضة بره بحس أنه أنا عم بعرق زيادة عن اللزوم وبنفس الوقت بحس تشنجات عضلية الأشخاص اللي عم بيعملوا رياضة لازم فورا يوقفوا عملية الرياضة طبعا يكونوا بموجودين بمكان مهوى يريحوا حالهم ويشربوا كمية ماء كافية إذا مرتاحوا لازم أكيد يطلبوا المساعدة بحياتنا اليومية وكتير منيحة وكتير منسمعها بالصيف أنه حاس حالي ملشلش تعبان ما عندي طاقة هيدا بيكون نتيجة نقص ماء كتير كبير ضروري نشرب أكلها بنهار من لتر ونص لا لتنين لتر ماء اليوم الأشخاص بيصيروا يحسوا وهي دي مش ضروري نوصل لمرحلة يكون فيه أزمة وتعب لحتى اللي نكون عم نهتم بالصيفية بكمية الماء اللي عم تفوت على الجسم مية بالمية لأنه هيدا شي نحن إذا نعتبر عادات سليمي وصحي نقدر نتخطى كل النقاط اللي هم تحكي مية بالمية أساسي يصير المواطن كمان يحس بدقات قلب سريعة ولكن غميئة بيصير نحس بشحوب باللون نقللهم بين أنت لونك أصفر وأكيد كمان بيكون فيه عنا بيكون فيه عنا كمان عرق وهيدا أكيد كمان كله بدنا نجرب نلاقي أماكن في وأماكن مهواية على قد ما نحن بنقدر درجة الأخطر هي وقت اللي بنقله أنه صار عندك دربة شمس هيدا أكيد نتيجة أنه أنا بقيت لوقت أعلى موجود تحت الشمس وتحت الحرارة هيدول الأشخاص بيصير يكون عندهم كمان مع الوقت بيصير عندهم جفاف بالجسم وهيدا خطر بيصير لأنه ما انتبه بيصير حتى اليوم إذا غاب عن الوعي ما بقى فيه نشربه ماي وهيدا شي خطر بيصير مضطرين حطه بوضع الأمان الجانبي وبدنا سيارة الإسعاف ونقله لهيدا الشخص على المستشفى من هون مننصح أنه عطول ناخد دوش ماء بارد من وقت للتاني إذا نحن برا لأنه منكون عم نخفف الحرارة إذا ما كان عندنا إمكانية لدوش بارد لأنه نحط لبخات ماء مسأعة دائما نكون حطين البرنايتا حطين العوينات حطين بروتكشن لكان اليوم إجراءات منعرفها بس مع الأسف مش دائما منعملها وفيها تأدي أنه نكون عم نخسر حياتنا على بالنسبة لرياضة نهارية اللي بيكون الحرارة فوق 30 أو 35 درجة ما بعرف قدي ضرور رياضة بالشمس كمان صح وكرمالها كمية بالمية كماناك نحن مننصح أنه بهذا الفترة ما يكون في عنا رياضة خارجية يكون كل رياضة داخلية بالتالي ما نعرض حياتنا للخطر الناس كمان بيعتبروا أنه تنعرف على البحر وضربات الشمس اللي بتصير بيعتبروا أنه بما أنه عم ينزلوا بالماء هالشي بكفة نحن عملية بس قديش نحن عم ننزل بالماء هذا اللي عم نجاري بنقوله إذا أنا قاعد كل وقت تحت الشمس وعندي الشمس على جسمي كل وقت هيدا شي خطر كماليك مننصح تكون الوجود تشتمس بأوقات متقطعة خلال النهار ما نكون بزروة الشمس نكون بالفاي نأخذ شوية ماء نتشمس شوي أكيد اليوم المواطن موضوع يطلع يمبسط بس كمان صحته هي أساسية اليوم نحن كمان لحظنا بلكاء صار وكان في مداخل من وزارة الصحة اللي عم يحاكي أنه الحالات السن الماضي نتيجة ضربات الشمس اللي عم تفوت على الطوارئ هي كتير عالية وهيدا أكيد اليوم بدل على أنه ما عم يكون في عنا وعي كافي وهون إذا بتسمحيلي لندوي على الأهمية لهيدا الموضوع لأول مرة بكوف توانيقات اللي صار بدوباي اللي بيحكي على التغير المناخي وكان فيه مواكبة إعلامية من لبنان لإله فوتوا بقلبه البارت اللي علاقة بالصحة والبارت اللي علاقة بموضوع التغير المناخي وكان فيه مشاركة من وزارة البيئة ووزارة الصحة بلبنان واللي نحن عم ندوي عليه أنه الصحة بتتأثر بشكل كتير كبير نتيجة التغير المناخي اليوم التغير المناخي منه كتير بعيد عن لبنان هيدا يستدعي وعي كتير كافي حتى نحافظ على حياتنا نحافظ على صحتنا نحافظ على بيئتنا ودرجة الحرارة كمان بحد زيتها بس تعلى بتزيد الرطوبة بتزيد الحريق كمان هيدا بحاجة لوعي كمان أعلى بهيدا الموضوع نحن يعني عادة معوادين بلبنان أنه فصولنا واضحة ومنعرف كل فصل شو بيقدم لنا بس الدليل واضح هيدول السنتين على اللي اللي مرأوا أنه في تغير كتير ملحوظ بهالوتيرة ووتيرة الحرارة أمت بتعلى وأمت بتوطة ما بقى يعني سابت كل شيء يجب أن نكون منتبهين مئة بالمئة وبعدين نحن مثل ما نبين نحن رايحين على شيء أسوأ مع الوقت كرمال هكي عالميا عم بيعطى أولوية لهيدا الملف صار عندنا شيء اسمه سياسة يعني اليوم البلدان اللي هي عم بتأثر على التغير المناخي بشكل سلبي مجبور منها تدعم كمان البلدان التاني إذا نشطوا جهة الصليب الأحمر في حال صار تواعق صحي نتيجة الحرارة أول شغلة أساسية النصيحة اللي احنا منعطيها نلتزم بإجراءات الحماية والسلامة اللي طرحناها قبل هذا شيء أساسي جدا إذا نحن ما التزمنا فيها رح نروح على شيء تاني رح يصير عندنا تواعق يعني شرب الماء مثل ما لازم عدم التعرض لأشعة الشمس بوقت الزروية اللي صارنا كلنا نعرفها كتير ونقوموا جديدين بمكان في هذا شيء أساسي جدا وبالتالي إذا حسيت بي عدم رياحة ضروري يكون عم بتصل بطبيبي أو تصل بفرق الإسعاف لحتى يكون عم بتطلب المساعدة وأكتر عرضة هن المسنين والأطفال طبعا صح وكمان الحوامل والحوامل بس الكلم عن رديم أكيد الكلم عن رديم الأشخاص اللي عندهم أمراض حساسية كمان بيتأثروا كتير بالشمس أمتى الاتصال بالصليب الأحمر وقدي ممكن نكون عم نساعد الشخص يلي عنده أي أزمة من هالنوع بينما كان وصل الأسعاف نحنا لحيال لطارق بيقدر المواطن يحكي على الرقم المجاني الميه واربعين خطي الطوارئ للصليب الأحمر اللي بيقدر يعملوا المواطن تيساعد زميله هو أنه ياخدوا على مكان فاي يكون عم بيرطب له جسمه يشربوا ماي إذا كان هو واعي أما إذا بحال كان غايب عن الوعي كمان لازم يحطه بوضع الأمان الجانبي بيكون عم بيناموا على جنبه وحتى إذا دق على الميه واربعين فرق السليب الأحمر اللبناني قادر توجهه وتعطيه كل الإرشادات المطلوبة وإذا أنتم بكرة 2 حزيران اليوم العالمي لا الحد من موجات الحار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة